مات الملك عاش الملك دي كانت أول عبارة جت على لسان الملكة نوري الحسين لما رحل زوجها وهي كانت أول من باعت الملكة عبدالله التاني ملك فإيه هي قصة الملكة نوري الحسين وإزاي عاشت الفترة اللي فاتت في الظروف اللي أحاطت بابنها الأمير حمزة بن الحسين الملكة نوري الحسين من موليد 23 أغسطس 51 اسمها الأصلي ليزا نجيب الحلبي وهي زوجة ملك الأردن الراحل الحسين من طلغل والدها نجيب إلياس حلبي أمريكي من أصل سوري وأمها دوريس كارلي كويست من أصل سويدي 15 يونيو 78 اتجوزت الملكة نور من الملك حسين بعد ما تعرفت عليه أثناء أعمالها في الأردن بعد تحطم طائرة الملكة علياء ورحلها وكانت ليزا حلبي أو الملكة المستقبلية نوري الحسين هي اللي بتتولى التحقيق وشفها الملكة الحسين وأعجب بيها جدا وقرر يتجوزها أنجبت الملكة نور من الملكة الحسين أربع أبناء هما الأمير حمزة من موليد 29 مارس 1980 والأمير هاشم 10 يونيو 81 والأمير إيمان 24 إبريل 83 والأمير رايا 9 فبراير 86 بخصوص علاقة الملكة نوري الحسين مع الملك عبد الله فهي علاقة طيبة خاصة قبل وفاة والده الملك الحسين وكمان بتربطها علاقة مميزة مع زكتورانياء العبد الله لدرجة أنها كانت بتميزها عن بقية الأميرات وخلتها تتولى إدارة مؤسستها نهر الأردن بعد أزمة الملك عبد الله وأخوه الأمير حمزة الأخيرة من المعروف أن الملكة نوري الحسين كان لها تعليقات ومواقف سبت على وضع ابنها بعد ما أمر الملك بتقييد إقامته السنة اللي فاتت بسبب خلافات وقعت داخل البيت الهاشمي علاقت ساعتها الملكة نوري الحسين على تقييد إقامة ابنها الأمير حمزة وقالت على تويتر يجب علينا جميعاً التزام الهدوء واحترام سيادة الملك لما فيه خير الشعب الأردني واستقراره وكان كلام هدف منتهى التوازن والعقلانية الملكة نور كان أول رد فعل لها على قرار الملك عبد الله بتقييد تحركات نجلها الأمير حمزة أنها قالت غريبة حقاً الأشياء الخيالية المتداولة الآن أصلي من أجل أن تسود العضالة والحقيقة لجميع ضحايا الأبرياء لهذا التشهير ذي الدوافع الشريرة بعدها كتبت على تويتر تاني وقالت وفقاً لخبراء قانونيين فإن المجلس اللي تم تشكيله بموجب قانون الأسرة المالكة لعام 37 يعتبر انتهيك لدستور الأردن سنة 52 والحق في التمثيل هو المفتاح وكملت كلامها وقالت لم يتم إرسال أي مرافعات أو إجراءات أو مداولات قانونية إدارية للمستشار الهشمي بعد تكليف الحسين كل التعليقات المتوازنة دي على توطر العلاقة بين الملك عبد الله وأخوه الأمير حمزة كانت تعتبر داعمة بصورة إيجابية لموقف ابنها وبتحاول من خلالها تلطيف الأجواء بين الطرفين أما بخصوص حياتها العاطفية بعد رحيل الملك الحسين فكان انتشر كلام كتير حوالين وجود علاقة رومانسية بين الملك نوري الحسين وبين الملياردير المكسيكي من أصل لبناني مجلة إسبانية للوقائع الاجتماعية كانت كشفت القصة دي وتكلمت عنها ومن بعدها انتشرت القصة في 2016 بدأت الحكاية تنتشر بقوة في الشارع الأردني وتقال إن فيه مشروع زواجة يحصل بين الملك نور وبين كارلوس لين لكن تم احتواء الموضوع بسرعة وتوقفت العلاقة عند حدود الصدقة بتهوى الملك نور عدد من رياضات زي التزلج على الماء والسباحة والبحار وكرة المضرب وركوب الخيل بالإضافة للتصوير الفوتوغرافي وكانت بتحب تشارك الملك حسين بحمسه للطيران معروف إن الملك نور الحسين بتهتم بالثقافة الأردنية وحقوق الأطفال والمرأة وبتساهم في العديد من المنظمات غير الحكومية وبتعشى الفنون والوعي الثقافي والمحافظة على تراث المعماري وتعزيز التفاهم بين الأردن والدول الأخرى شركة الملك نور الحسين طلبت جامعة اليارموك بتأسيس مهرجان جرش للثقافة والفنون وكتبت مذكراتها ونشارتها في 2003 تحت اسم وثبة الإيمان مذكرات حياة غير متوقعة وتكلمت خلالها عن حياتها من لحظة عقد قرارها على الملك الحسين من طلال حتى وفاته في النهاية بنتمنى للملك نور الحسين إنها تفضل مستمتعة بحياتها وبالمجهود الإنساني اللي بتقدمه للأردن وشعبها في الداخل والخارج ترجمة نانسي قنقر